كما تكبد السكان المحاظون لواد المهينية في سيد اسليمان وليت سمسيد خسائر كبيرة في ممتلكاتهم وخاصة الفلاحين منهم نتيجة تساقط البرد والمطرخ للعصفة الرعضية التي اشتاحت الولاية منذ أول أمس هذا نتزال بعض الطرقات الفرعية التي تمر من وإلى الدواوير هناك كدوار القنانشة وسوعد شبه مقطوع نهيكا عن تضرر الجسور وصعوبة العبور منها محمد غلايش رصد لنات القناطر تبوشي وكيلي تكسروا الموتولات قدام الويد البحيرة لم يكن الفلاحة ولا حاجة من بطاطا من فاكية من كل الحاجة ولا حاجة قعدت قدركم تشوفوا كيفا دارت قدت لي خمسة وعشرين جمحة على الحال هرايونا مقيوسال هي قدت لي كلش ذري لي باتوا برا عايث البومبوية على الأحداعش كا عايث المال الأحداعش قل لي دروك يجو عاودت اليوم أعطالي نمير أخرى كي جو لي يلبوموا يقلوا لي ما عندي من ديرو لك هاد دار ها الولاد كانوا يريك دين دخلت رفدة تقع الولاد كي مركتشو على حساب البريزا تعمرت قايتيني كي على حساب البريزا هذه هي ما أنا كي ما يقول لك سلك تغيب دليري هدي تغيب دليري خرجتم ووصلتم عند عمي تحب ترجمة نانسي قنقر